دائماً ما تشوف أنه الإنسان هو ملك الله وأنه ملك الله على أساس الخلق وعلى أساس الفداء ودائماً ما تشوف فيه ربط بهذا الشيء موضوع الخلق موضوع الفداء ممكن تحكي لنا عنه تمام تمام الله هو الخالق لكن سقطت الأرض وعندما سقطت الأرض تدخل الله للعلاك وعندما تدخل الله للعلاك فعل ما يسمى بالفداء فاسترجاع الشيء ودفع التكلفة فيه ده اسمه الفداء طبعاً هذا يسر على الكون على الخليقة ويسر أيضاً على الإنسان وبالتالي فإن الله هو الخالق والله هو الفادي مثلاً في جزئين في كلمة الله مزمور 103 ومزمور 104 مزمور 103 يقدم لنا الله يهوى باعتباره هو الفادي هو الفادي فمثلاً يقول بريك يا نفس الرب ولا تنسي كل حسناتي ويعدد ويقول الذي يفدي من الحفرة حياتك فيقدم لنا الله باعتباره الفادي لكن مزمور 104 يقدم لنا الله باعتباره الخالق فهو الفادي وهو أيضاً الخالق من هو الفادي هو ذاته الخالق لأنه كمان في مزمور 104 يقول بريك يا نفسي الرب فبريك يا نفس الرب في مزمور 103 بريك يا نفس الرب في مزمور 104 بيتكلم عن دقة الخلق تمام تمام في مزمور 104 مبارك هو الرب في مزمور 103 مبارك هو الرب 104 الخالق 103 الفادي إذن الخالق هو الفادي لما نصل إلى سفر الرؤية أصحح أربعة وأصحح خمسة هناك سجود وترنيم مقدمة من الأربعة وعشرين شيخ الذين يمثلون مؤمن العهد القديم والجديد في السماء ومن الأربعة الحيوانات الكائنات الحية حول العرش في رؤية أربعة تقدم التزبحة للهباء للمسيح باعتباره الخالق لكن في رؤية خمسة تقدم له التزبحة باعتباره الفادي لأنك ذبحت واشتريتنا من هو الفادي؟ هو الخالق فالفادي في رؤية خمسة هو الخالق في رؤية أربعة والفادي في 103 مبارك في 103 هو الخالق في مصبور 104 هو يهوى في سفر المزمير هو المسيح في سفر الرؤية والمسيح هو يهوى وهذا طبعا يعطيه شرعية علينا أنه فعلا لستم لأنفسكم بل للذي مات لأجلكم مقام شرعية على أساس خلقنا وعلى أساس أنه افتدانا اشترانا بدفع الثمن نحن له بالخلق ونحن له بالشراء والفداء